موسيقى أهلا وسهلا بكم وعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس التي تعرض على حضراتكم من على شاشة قناة الفضائية الموصلية نحن لا نريد أن نقول الفضائية الموصلية حتى لا كموصلية أنه تختص بالشأن الموصلي فقط نتمنى أنه البرنامج يشاهد في أماكن أخرى والحمد لله كثير من الناس يشاهدون في أماكن أخرى وخارج الموصل في محافظاتنا العزيزة في دول خارج العراق يعني ناسي التصورين يقولون يعني الحمد لله أكو استفادة من البرنامج ولو هالمعلومات تكون يعني نحاول أنه نختصرها لأن المعلومات كثيرة بس نحاول نوصل المعلومة المفيدة للمواطن البسيط موضوع حلقتنا لهذا اليوم يعني موضوع كثير من فئات المجتمع ممكن تتعرض لهم ممكن أنه أطفال ممكن شباب ممكن كبار ممكن نساء ممكن رجال ولكن النسبة بالنساء شوية أكثر من الرجال والحمد لله أنه هذه الرجال شوية الله سبحانه وتعالى يعني يفادم بها موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الأرق شنو معنى الأرق؟ الأرق هو أنه قلة النوم أو اضطرابات النوم والتي تشمل يعني مثلا الإنسان ما ينام لفترة طويلة أو يكون النوم مالته متقطع وطبعا هذه من المشاكل اللي منتشر عدنا ويعني كثير نشوفها بين أفراد المجتمع طبعا الذين يعانوا من الأرق يستيقظون من النوم يبقون يعني نشوفهم غير ناشطين تعبانين غير مرتاحين الموظف يجي للدوام الصباح إذا ما كنام بالليل يجي نفسيته تعبانا يجي المراجع عليهم زي يخشعوا يقول والله ما يعاملني معاملة مليحة هو ما كنام بالليل طبعا أسباب عدم النوم هي كثيرة رح نتطرق لها ولكن يعني نحن اللي نشوفها حاليا أنه هو السهر على الانترنت من كثير من المراجعين من نسألهم عن أسباب عدم النوم يقول أنا السهر على الانترنت الإدمان على الموبايل هذا من الأسباب اللي نشوفها احنا عدنا شيوعا ولكن أكو أسباب كثيرا نتطرق لإن شاء الله طبعا الأرق يعني ما بس يأثر على مزاجية الشخص المصاب ولكن أيضا يأثر على الطاقة اللي ممكن يأديها يعني أنا من أنام لفترة صحيحة اللي هي فترة من ستة إلى ثمين ساعات هذا فترة النوم يعني مدة النوم الصحيح اللي الإنسان يحتاجها أنا إذا أنام أقل مثلا خمس ساعات أو أربع ساعات أو مثلا ما أنام بالوقت المحدد وعندي دوام مثلا ثاني يوم هذا رح يأثر على نشاطي ثاني يوم ممكن يأثر على قراراتي ممكن يأثر على صحتي ممكن يأثر على أدائي أثناء العمل زين طبعا كل شخص يحتاج إلى عدد مختلف من ساعات النوم الكبار غالبا يعني سبعة مثل ما قلنا إلى ثمين ساعات أكثر من ثلث البالغين يعانون من الأرق يعني تقريبا إحنا إذا عدنا تسعين شخص ثلاثين منهم يعانون من الأرق أنه عنده مشاكل والثرابات يعني بالنوم طبعا ممكن أنه يشوف مشاكل النوم يشوفها عدد الأطفالهم يعني يجون الأهالي مثلا عندهم أطفال ما ينامون أو يعني إحنا فئات الأطفال تختلف مثلا اللي أقل من سنة اللي ثلث سنين اللي خمس سنين نشوف الأطفال اللي مثلا ثلث سنين وأربعة سنين وأكثر مثلا عشر سنين أكثر مشاكل عدم النوم مارتم هو الإنترنت الاستخدام المفرط لأجهزة الموبايل والتاب والآيباد نشوف الطفل يقعد لفترات طويلة ما يحس بالوقت ولهذا النوم ما له يكون يعني ما صحيح بنفس الوقت الألعاب اللي يستخدموها بالأجهزة تشجع على العنف والعصبية يعني ما تخلي مثلا ما يكون مثلا ألعاب هادفة مثلا مسابقات مثلا أسئلة وأجوبة أو شغلات فكرية تشغل فكرة طفل بحيث تخليه يفكر كل أغلب الألعاب الموجودة هي قتل وضرب يعني يعني العاب تأثر على مزاجية الطفل فهذه شوفوا من يريد ينام الطفل بالليل فكره مشغول بالألعاب فيتأخر بالنوم وتسبب له مشاكل زين الأعراض اللي تكون يعني أعراض الأرق اللي تكون عد الإنسان شنو هي مثلا عدنا مثلا صعوبة في الخلود إلى النوم يعني يجي الإنسان يريد يروح ينام ما يطع يتمدد يتقلب يحاول أنه ينام يطول فترة طويلة يقعد ما ينام أو مثلا يروح ينام هما ولكن من التفكير مثلا اللي باله أو فكره مشغول يشوف يستيقظ بالليل كثير طبعا الاستيقاظ بالليل يعني هو له أسباب يعني أسباب كثيرة ممكن أنه يتكون أسباب طبية نتطرق لها إن شاء الله قلنا الصعوبة بالخلود إلى أنه يتأخر على ما ينام أو ينام بس يقعد من وقت يعني ما يتكون النوم متواصل العفو ما يقعد يكون النوم متقطع عنده أو الاستيقاظ باكرا مثلا يقعد من وقت يعني هو نايم بس يعني ما ينام مثلا ست ساعات إلى ثمان ساعات ينام ثلاث ساعات أربع ساعات ويقعد خصوصا اللي عندهم أعمال يعني من وقت الشعور بعدم الراحة والكفاء الراحة الكافية بعد النوم يعني هو ينام بس من يعني يصحى من النوم يحس نفسه أنه بعد ما يعني ما شبعا النوم التعب وأنه عاس أثناء النهار نشوفه أثناء النهار خامل تعبان يغفي قسم من الموظفين مرات تشوفهم مغمض عيونه يعني كناكن دخل بالحلم الثالث والحلم الرابع يعني يمكن يقضي النوم بالدوام وأثناء الليل هو سهران ما لكل ما يعني أكو قسم منهم لا والله من التعب خطية العصبية والاكتئاب ممكن أنه يصير عند الشخص اللي يكون عنده قلة نوم صعوبة في التركيز وهذه نقطة كلش مهمة يعني خصوصا الناس اللي تكون أعمالهم دقيقة مثلا مصلح أجهزة دقيقة موظف حسابات موظف أبذاتي بحيث أنه ممكن كلمة يكتبها تغير منصيغة الكتاب ممكن اسم يكتبه غلط فهذه أصحاب الأعمال الدقيقة تأثر عليهم كثير طبعا كثرة الأخطاء والحوادث ممكن أنه حيسوق سيارة غفى ونام وصارت الحادث وهذه يعني واردة وكثير نوم شعب الناس يقول لك والله أنا من التعب أغفيت ونمت وصار حادث صداع توشع راسه يوجعه ليش؟ هو سببه أنه قلة النوم رح يصير عنده من يجي مثلا يشتغل ثاني يوم أو بالدوام يحتاج إلى تركيز التركيز ما رح يقدر أنه هو يركز كثير ولهذا هذا يتأثرهم تعمل له صداع ممكن أنه يكون عنده أعراض بالجهاز الهضمي نشوف المريض مثلا يصير عنده مغص يصير عنده تهييش قولان يصير عنده أثراب أمعاء يصير عنده عسرة هضم هذا هم من الأسباب اللي يعني قلة النوم ممكن أنه تعمله وتحدث عد المريض زين طبعا يعني ينجم عن الأرق يعني العفو ينجم الأرق عن الأغلب من مشاكل مختلفة مثل ما قلنا ممكن أنه تكون مشاكل طبية ممكن أنه تكون مشاكل نفسية ممكن أنه تكون يعني أدوية وأسباب أخرى من الأسباب اللي ممكن أنه تؤدي إلى القلق هي استخدام الأدوية بصورة غير صحيحة يعني أكو قسم من الناس توشع يروح ياخد دوة بدون استشارة طبيب زين أنت هذا الدوة ما تعرف شنو مكوناته طريقة الاستعمال شون تستعملها ما تعرف عدد المرات تداخله مع باقي الأدوية الأعراض الجانبية مالته ما تعرف شنو هي فأنت بهالحالة باستعمالك لهذا الدوة ممكن أنه نتيجة تعمل لك تأثير جانبي اللي هو مثلا قلة النوم والأرق اللي يصير عندك راح يصير عندك مشاكل أخرى أنت ما تعرف أنت ما تحسب أنه هي هذا سبب الدوة طبعا من الأدوية اللي ممكن تؤدي إلى الأرق الأدوية المضادة للاكتئاب يعني أكو ناس يعني مرضى يروح على الصيدلية ياخذ أدوية مضادة لأكتباطين فلانشة بدون استشارة طبيب وهذه إحنا ما ننصح بها بالعكس إحنا لازم الدوة من ناخده ناخده باستشارة الطبيب يعني طبيب يقل أنه مثلا أشوقت ناخده والفترة الزمنية اللي ناخده بها الأدوية اللي معالجة للقلب وأدوية معالجة للضغط ضغط الدم ممكن هذه هم تؤدي إلى قلة النوم أدوية ضد الحساسية يعني أكثير نوشعة من الناس أنه راح أخذ دوة صار عنده تحسس راح أخذ دوة ما يعرف شنو تأثيره الجانبي بنفس الوقت قسم منها تؤدي إلى قلة النوم أكو مواد منشطة أكو مثلا الاستيرويدات الكورتيزون البردنيزولون الديكسون الديكادرون أكو قسم منها هذه هم تكون يعني تؤدي إلى الأرق الكافائين النيكوتين الكحول راح نرجع على الكافائين والنيكوتين اللي هو بالتدخين واسه هم ترجعوا وتقولون هم حكى على المدخنين ما أحكى عليهم بس هو نحن هالساعة كل حلقة نقدمها أشأكوا موضوع بينه مضرة أشأكوا مرض سببه هو التدخين وذول المدخنين ما يسمعون كلام يسمعوني وما يسمعون كلام أش نعمل معهم ما نعرف وهي معي يضرون نفسهم ويجي يقولون أنا ما عاد نعم يا بدي ترك التدخين يقعد بس بالليل قبل ما ينام فادعجي قاير أو احتمال باكيت يخلصه بس بالليل النيكوتين والمعروف أن القهوة والشاي والكولا وغيرها من المشروبات تحتوي على الكافائين هذه كانت ضمن الأسباب اللي تأدي إلى قلة النوم نروح فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله عدنا إليكم أعزائيكم مشاهدين تكملت فقرات حلقتنا لهذا اليوم ذكرنا أنه الأدوية اللي تعمل يعني تقلل النوم طبعا الثيوف اللين اللي موسع مع القصبات ممكن يعمل الأنفتة الكافائين الكحول النيكوتين ذكرناها والتدخين والجقاير ويجي المدخن يقول أنا ما عاد أنام ونقول له ترك التدخين يقول لا خلي ما أنام بس أدخن نتشلب بالتدخين من ضمن الأدوية الأخرى اللي تعمل يعني يعني شو أحلام ما نريدها بالليل اللي هي مثلا الأدوية مع الضغط المثبتات البيتا هذه هم تعمل هذا الشي الأدوية قلنا مع اللي ضد الكآبة أكو أدوية الناس تأخذها تحسب أنه هي منوم وهي غير منوم هي بالعكس هي مرخي للعضلات اللي من ضمنها هو الفاليوم يعني كثير من المراجعين يروح يأخذ ولو هسا الحمد لله يعني حتى الصيدليات بدت ما تنطي بدون وصفة طبية يجي المراجع والله دكتور بس اكتب لي فاليوم على مدنام هو الفاليوم مو منوم هو فقط مرخي مع العضلات أو مثلا يأخذون الأدوية مع الحساسية الألرمين هو راح يأخذه قسم من الأطفال للعلم من تنطي الألرمين ينطي مفعول عكسي يعني مو بس الألرمين والشراب الفاتح للشهية يحسبون أنه ما هو من عين طوع ينام الطفال وقسم الأطفال من يأخذوا بالعكس يصير عنده فرط حركة ويصير عنده حركة زائدة وهالمرة ما يخلي ينام من ضمن قلنا الأدوية اللي ضد الصرع هم ممكن أنه تعمل هذه الأدوية اللي ضد الكآبة من ضمن الأسباب الأخرى اللي احنا ذكرنا يعني نحاول نطرق لهسا اللي هي المشاكل الطبية ذكرنا الأدوية ذكرنا المشاكل الطبية عندنا قسم من الناس يعني من ضمن المشاكل الطبية هو ما أبيده مثلا رجل عنده سكري ممكن أنه يعني هذا يقعد بالليل خطية إدرار كثير فإحنا لازم نعالج السبب نعالج السكري مالته نظم السكر مالته حتى لا بالليل يصحى كثير أربع مرات خمس مرات بعد ما يدخل بالنوم العميق وتصبح عنده هاي الحالة الأسباب الأخرى مثلا أكو ناس اللي عندهم آلام مفاصل يعني خطي يعني هو نايم يشكي من آلام مفاصل وليه هذا ما ينام كثير يعني توشعوا يعني من الألم يعني يصحى يعني يعني على الوجع ما رجع أكو اللي يكون عندهم أمراض سرطانية هذول يهم يشكون من الآلام اللي عنده فشل بالقلب هذول اللي عندهم عجز بالقلب يصير عندهم يعني ما يطيق يتمدد على ظهرهم لازم تخلي مخدتين تحت رأسه حتى يرتفع حتى يطيق ينام يعني حتى نفسه يصير طبيعي فهذا توشع مثلا هو مدد يقلب يختنق يقوم يقعد فهذول عندهم مشاكل فإحنا نعالج لازم نسبب مالتهم قدنا السكري اللي عندهم مشاكل بالرئتين اللي عنده قحة كثير اللي مثل أكثر اللي عندهم قحة كثير هي من المدخنين توشع بالليل هم قاعد قح وهم قاعد هم رجعنا على المدخن مرتل لخب يبس هي ايا ايا حتى تجي اش عمل أكو اللي عندهم اضطراب بالمعدة يعني عنده احنا نسميه ارتجاع المريء هذا الصمام ما المعدة ما ينسد بصورة صحيحة فالأكل يرجع للمريء فيصير عنده حموضة ومرار بالمرئ حس عبالك يقول مثل اتزاب عندي بصدري هو ما بصدري احنا من نجي نسأله يعني ناخد تاريخ المرض معلته يبين هو ارتجاع بالمرئ فهذا ما ينام يتمدد يرجع على الأكل طبعا هو كندكة بالليل يعني كنأكله باتشا مثلا معاها على نص كيلو شرز وحب شمس ربع كيلو وأكله موطين معاها وكيك قطعة هالقداتي هو كل شيء ما كنأكله ويأتي ينام المعدة معلته الصرخ يعني ما بس يعني ينتقم من عنده ويقول انا ليش ما عاد أنام انت خفف الأكل مالتك بالليل خلي يكون أكلك بسيط خفيف ريح معدتك حتى طيقة نام يعني الدماغ دي يخضم الأكل مال معده لو دي يشتغل دي نيمك فالأكل الزائد بالليل هذا من أحد الأسباب اللي تعمل أرق وتخلي الشخص معنا من الأسباب الأخرى هي فرط الغدة الدرقية اللي عندهم زيادة بالإفراز بالغدة الدرقية هذا أحد الأسباب اللي يخلي المريض يعني توشعه ما ينام يصير عصبي يصير تعرقه كثير عنده يصير رشفة بالإيدين يصير عنده خفقان فهذا من أحد الأسباب اللي تخلي يعني يعني هذا من الأسباب أو الشلل الرعاشي أو اللي عندهم إلزهايمر اللي ينسون ولو هلسا إلزهايمر معفنا كثير من الناس يعني ما كثير من الناس أكو ناس يعني عايصون عنده إلزهايمر مثلاً ينسون إلزهايمر يعني بس ما كل يعني أمانة يعني قسم منه ممكن تغيرات بيئية طبعاً إحنا ذكرنا الأدوية ذكرنا المشاكل الطبية اللي ممكن يصير وهي طبعاً أكو مشاكل كثيرة بس إحنا عنا ناخذ الشغلات العامة ممكن عدنا أكو أرق يسمونه أرق مكتسب يعني هو ما عايخة أدوية هو ما عنده أمراض ولكن عايصون عنده أرق منين يجي؟ من أهم سبب هو عادات النوم السيئة اللي ذكرناها بالبداية أنه إحنا ما نحدد وقت ثابت للنوم والمكان اللي ننام بها ما تكون مكان مناسب طبعاً هذا النوع يظهر يعني بحالات القلق الشديد اللي يكونون يفكرون كثير اللي يكون عندهم يعني مشاغل كثيرة مشاكل كثيرة خصوصاً مشاكل بين يعني المغى مع ولادها والغجال مع المغى ومشاكل كثيرة وهذه ولهذا يعني هذه هم أحد أسباب الأرق اللي تصير يسمونه أرق مكتسب هذا الإفراط مثل ما قلنا الإفراط بالأكل بساعات متأخرة يعني من الليل وهذه غاحت تأدي مثل على المعيدة تعمل خربط معنا أو الشيخوخة طبعاً هو أكثر يعني الناس اللي يعانون من الأرق هي يعني المرضى كبار السن الأكثر شيوعاً في سن والقديمة طبعاً تحصل عند الشيخ يعني بالشيخوخة يعني تصير تغييرات كثيرة عندهم من ضمن هذه التغييرات يعني تغييرات في أنماط النوم يعني مثلاً غالباً ما يكون النوم أقل يعني يعني شوية صعب بالشيخوخة عدنا مراحل من النوم مرحلة أولى مرحلة ثانية وعدنا مرحلة ثالثة وعدنا مرحلة رابعة المرحلة الأولى هي حركة النوم الغير حركة العين الغير سريعة يسموها وعدنا طبعاً مرحلة الأولى العفو الثانية حركة العين الغير سريعة وتستغرقان طبعاً هذه وقت أطول من المرحلة الثالثة والرابعة تستغرق وقت أقصر المرحلة الأولى هي الإغفاء أنه يجويا حدي يتمدد حتى يغفي يسترخي المرحلة الثانية هي النوم الخفيف المرحلة الثالثة هي النوم العميق اللي هذه إحنا اللي غيدة واللي سبحان الله هذه ما تجي إلا وقت الدوام بالعطلة كثير من الموظفين يقول أنا بالعطلة أقعد تقول عبالك نشاط مئة بالمئة فول بالدوام هي الدقة السبعة الدقة الستة ونص النوم العميق يبدأ بهذه المرحلة وسبحان الله يعني نحن نسأل الأطباء النفسية نسألهم يعني ليش بالسبعة الصبح بالسبعة ونص يعني النوم يكون بهذاك تقول أحلى نوم طبعا بس بالدوام يوم الجمعة يوم السبت من ماكو الدوام بالإجازة لا بالستة تقول النشاط هل على الموظف سبحان الله مثل ما قلنا المرحلة الثالثة هي النوم العميق وهو النوع الأكثر استرخاء ووداعة اللي هو يعني احنا اللي نغيدهم اللي هو هذا بينه فائدة للجسم طبعا يكون احتمال استيقاظ أكبر مع التقدم في السن نحن نحكي على التقدم في السن تقدم في السن تتقدم الساعات الداخلية البيولوجية أيضا يبدأ الشعور بالتعب في ساعات مبكرة يعني توشع أنت مثلا الشباب أو الغير متقدمين في السن عنده نشاط أثناء النهار فمن يجي بالليل يكون تعبان ينام اللي كبار بالعمر واللي عندهم شيخوها توشع مثلا ما عنده شغل أو من أذن المغرب فات على البيت قعد تابع الأخبار النهار كله قيعد قدام الأخبار وفلان قنات وفلان قنات وفلان قنات وفلان قنات وقعد يدحق بس على القنوات ويعلي الصوت وما البيت تقوله نصي الصوت وهو يعلي الصوت ونصي الصوت وعلي الصوت فقعد النهار كل من بعد المورفة النشاط ماله يقل فهذا من يجي ينام ما عنده نشاط ما عنده تعب شوية يتأخر بالنوم بنفس الوقت نقشع عنه كثير من الناس اللي كبار بالعمر أثناء النهار يبدأ يغفي أو مثلا هو مدد عيتابع التلفزيون وعيتابع الأخبار تقشع غفة يعني أخذ له غفة مثلا خمس دقائق عشر دقائق نص ساعة مرات فهذا من يقعد راح تأثر عليه بالنوم بالليل فمن يجي ينام راح يتأخر بالنوم طبعا مثل ما عنده تغييرات بمستوى النشاط يكون المسنون أحيانا أقل نشاطا من الناحية البدنية أو تغييرات بالوضع الصحي مثل عنده آلام يعني آلام مزمنة مثل ما ذكرنا يعني مثلا رجلية أذي التهاب مفاصل مشاكل بالظهر عنده انزلاق عنده تشنج ما يتقي يتحرك فهذا اكتئاب عنده قلق عنده توتر هذه كلها تأثر على النوم بالمسنين ولهذا نحن مثل ما ذكرنا يعني أكو كثير من المرضى يجون كبار بالعمر يعني عادات النوم الصحيحة ما عندهم هي شوف النوم ما لكو يكون خاطئ ممكن اضطرابات النوم الأخرى مثل انقطاع النفس شوف مثلا مريض نفسه يختنق أثناء أثناء ما ينام يختنق نفسه هذه لازم نراجع بها طبيب باط يعني أطباء باطنية خصوصا أو أطباء ممكن أن نفذ الحنجرة أو راجع بها طبيب حتى نعرف السبب ما لتهم طبعا تصبح أكثر شيوعا مع تقدم السن انقطاع النفس النومي يحدث بضع مرات في الليل يسبب الاستيقاظ عندنا ممكن متلازمة الساق المتململة يعني هذول اللي يجون عندهم رجليهم تنمن يقول أنا بالليل ما طي قنام لازم أكشف رجلي تنمن الرجلي تكون حارة توشعه يقعد كثير أو ينام يعني بطريقة يعني غير مريحة ممكن تناول أدوية كثيرة هذول اللي احنا عني حكي عليه كبار بالسن تناولنا الأدوية كثيرة هذي تأثر عليهم هذي تكون من ضمن الأسباب اللي تأخر النوم عند المسنين نروح فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله عدنا إليكم أعزائينا المشاهدين تكملت حلقة هذا اليوم من برنامج الطبيب والناس موضوع حلقتنا هو الأرق من ضمن الأسباب الأخرى اللي ممكن المريض يصير عنده أرق وما يطيق ينام هو الشخير وهذي يعني كثير من المرضى يعانون منها الأفضل أنه إحنا نراجع بيها طبيب حتى نعرف شنو السبب مالتها في يعني تنذكر أنه يعني ذهبنا للحاجة الله يكتب لنا العودة ونروح مرت للأخ كان في غرفتنا يعني كنا أربعة نحنا بالغرفة فثلاثة يعني خطي كانوا يعانون من شخير فضيع يعني الله يكونوا معونهم بحيث أنا أقعد بالليل أخاف عليهم يعني أقعد واحد منهم أقول يابا بس لا يكون صار بك شيء يقول لي والله دكتور يعني أنا أعاني ما أطيق أنام من وراء الشخير طبعا هي اثنين منهم مدخنين فول فقلت لي يا أخي أنت ترك التدخين ما لتك هذا أحد الأسباب بس ما يطيقون يعني بالليل خطي من يشهرون يختنقون وهذا طبعا يؤدي إلى يعني ضيق بالنفس فخلونا يتوشع عينام نص ساعة خطي ساعة بعد ما فات بالنوم العميق يصحى من وراء الشخير لأنه يختنق طبعا هذا يعني الشخص اللي يمه هم راح يعاني مثل ما يعاني وبعد أكثر لأنه ممكن الشخص اللي عايشه هو كان بدأ كان فات بالحلم بالمرحلة الثانية والثالثة من النوم والشخص اللي يمه بعد لحد الآن بالمرحلة الأولى ما كان فات بيها فإحنا لازم نعالج السبب ونتابع هاي الحالة زين من ضمن الفئات المعرضة أخرى هي النساء خصوصا كبار العمر لأنه تغييرات هرمونية يصير عندهم يعني فسجية تكون داخلهم اللي فوق الستين أو اللي عندهم مثلا اضطراب نفسي هذولي ممكن يصير عندهم مشاكل أثناء النوم العلاج للأرق احنا لازم نعرف شنو السبب حتى نعرف العلاج فأول شيء إحنا اللي يكون عنده أرق وما يطيق ينام لا رأسا يروح ياخذ أدوية و يعني يبلش بالدواء إحنا لازم عندنا علاجات يسموها العلاج الغير دوائي أنه أنا أتبع الطريقة الصحيحة بالنوم طبعا أهم فقرة عندنا هو أنه ما نستخدم الأدوية من البداية نستخدم الطرق الصحيحة بالنوم وبعدين إذا شفنا أنه ما أكو فائدة أو كان عندنا حالة مرضية نعالج الحالة المرضية ونراجع طبيب حتى حتى إذا كتبنا أدوية يعني للنوم يكتبنا هي يعني بجدول وب يعني طريقة أخذها الصحيحة عدنا عادات النوم يعني أولا إحنا قلنا نغير بالعادات النوم مالتنا يعني أنا مثلا من أجي أنا المكان المخصص من النوم هذه غرفة النوم غرفة النوم هذه للنوم ما أخلي بيها تلفزيون ما أفوت أمسك الموبايل وأقعد ساعتين أنا ميسك الموبايل وأنا دبدي أنام فأنت بهالحالة رح يصير عندك أرق الأفضل أنه يعني من أفوت على الغرفة إذا دنام أطفل موبايل هذا واحد اثنين يعني يبقى الناس اللي عندهم مثلا حالات مستعجلة مثلا كأطباء ممكن أنه تلفونه يكون مفتوح بالليل للحالات الطارئة يعني الشخص اللي يتصل خليه تكون حالة طارئة يعني وأعتقد بالليل حتى نحن إذا اتصلنا على شخص بالليل مثلا لحالة طارئة الأفضل أنه نحن نوديه للمستشفى لأنه التأخير بعلاج المريض بهذه الحالة رح يؤدي إلى ضرر بالمريض يعني مريض مثلا عنده جلطة قلبية صدره وجعه أنا علماء أخابر طبيب وقل له أشي أعمل ممكن أنه أتأخر لي ربع ساعة نص ساعة على المالدة وعما يوجهني أنا حالات طارئة رأسا أخذ للمستشفى لأنه العلاج يعني إذا عالجناها من البداية نقلل المضاعفات مالتا زين قلنا التغيير في عادات النوم مع معالجة العوامل التي تسبب الأرق مثلا إحنا المكان اللي ننام بها لازم تكون مكان نظيفة مكان هادئة مكان مرتبة بحث وحد من يفوت يرتاح حتى يفوت بها ما ينام مثلا بغرفة الاستقبال أو ينام بالهول أو ينام بمكان هو ما مخصص اللوة قد يعيد الكثير من الناس قدرتهم عن النوم الجيد الهادئ إذا عملنا تغيير بعادات النوم عادات النوم الصحية طبعا هي خطوات بسيطة مثلا الذهاب إلى النوم في ساعة ثابتة الاستيقاظ في ساعة ثابتة يعني أنا قبل الـ 12 مفروض أنك نمت واللي يستيقظون على صلاة الفجر الأفضل أنه قبل هذا الوقت يعني يروح ينام لأنه مثلا صلاة الفجر مثلا الساعة حاليا بالخمسة أو كان بأربعة مفروض أن أنا مثلا ست ساعات قبل حتى من أستيقظ على صلاة الفجر يعني أرجع أنام مرتلخ أو يكون أخذت يعني كفايتي من النوم يعني حتى أهل قبل كانوا من يأذن العشاء أو بعدها مثلا بالثمانية بالتسعة ينام لأنه يقعد على الفجر مثلا سواء كان بثلاثة أو بالأربعة أو بالخمسة يقعد يصلي ويبلش بالعمل مالته وحتى إحنا شفنا أنه الناس اللي تستيقظ مبكر يعني تروح على عملها يكونون أنشط من اللي يعني يعني ينامون لفترة أطول يستيقظون متأخرين طبعا هاي تساهم في النوم نوما عميقا يعني مثل ما قلنا ساعة ثابتة للنوم ساعة ثابتة للاستيقظ النوم عميقا وخلال اليقظام ساعة النهر إذا كانت هذه التدابير غير مجدية يوصي الطبيب يعني بأدوية مهدية أو أدوية منومة يعني إحنا نوصي بعد ما المعالجات السلوكية ما فادت المعالجات السلوكية نعلم عادات نوم جيدة توفر أدوات تساعد في إجاع البيئة النوم أكثر ودية للنوم طبعا يعني الأبحاث أظهرت أنه العلاجات السلوكية أنه إحنا نغير بعاداتنا أفضل من العلاجات الدوائية وإنما تكون بعد تفوقها بالفائدة مالتها طبعا العلاجات مثل ما قلنا السلوكية أنه إحنا غرفة النوم نستعملها فقط للنوم ما يصير نستعملها مثل ما ذكرنا للأعمال المنبهات ممنوعة شاي قهوة بيبسي ما نأكلها العشاء يكون خفيف جدا ويفضل بدون عشاء وحيقولونه راح يموت من الجوع أكله كاسة زلطة ما حد راح يموت من الجوع كاسة زلطة شي خفيف ما أقعد بالليل مثل ما ذكرنا ما أخلي شي ما أكله ويجيب له نصف كيلو حب شمس يخلصوا بالليل على مباراة ماركرو تقدم خصوصا إذا كانوا يكونوا فريقين عاي يشجعهم وواحد منهم ما فاز يخلص كيلو حب شمس لازم ما أخذ حبوب منومة نقطة كلش مهمة ما أخذ حبوب منومة خصوصا الفاليوم نقطة اللق المهمة أنه أنا أبذل جهد قبل النوم يعني ألعب رياضة راح تقولولي أشيان عندنا مفاصل مانطق نتحرك ممكن أنه أنا وجالس أفر يدي للأمام للوراء تمارين ما رقبك تافي تمارين ما رقب يمين يسار إيش نوع بطن أعمال أو أتحرك حركات خفيفة خصوصا الكبار بالعمر أحرك رجلي أنا وجالس بحيث أنه أنا أبذل جهد أو أمشي أمشي لي مثل النص ساعة راح تقولون مانطقة أمشي أمشي على كيفي فبهالحالة أنه إحنا يعني عادات النوم يعني راح نغير بها بنفس الوقت أنه أنا ممكن يعني أخذ حمام دافئ قبل النوم إذا ما أطيع أروح للغرفة إذا خلال عشرين دقيقة مثلا ما قدرت أنام أطلع أعمل لجهد يعني أعمل شغلة وأرجع أنام لازم نقطة مهمة جدا الإضاءة بالغرفة مهمة للنوم يعني أنا ما يصير أنام والأضوية يعني عاقة الأفضل أنه ظلام يعني هذا بحيث أنه إذا تفتح ما تشوف شيء والاسترخاء قبل النوم أنه أنا أرخي جسمي ما أفكر بشيء يعني الشغلات اللي بالي أشيلة ستراح تقولون صعبة ما نطيق إحنا لازم نحاول مثل ما قلنا تحديد النوم العلاج بالضوء الأدوية الأدوية هذه من اختصاص الطبيب الطبيب هو اللي يقل لكم على الشيء اللي تحتاجه وشيء اللي يفيدكم أكو أدوية كثيرة بس إحنا ما نذكر بالبرنامج لأنه راح الناس تروح تاخذ الدواء وتقول لك الطبيب قال خذ هذا وهذا ما صحيح الدواء باستشارة الطبيب فقلنا شروط الأسباب عرفناها نعالج السبب شروط النوم الصحيح مثل ما قلنا بيئة نظيفة نقطة كلش مهمة الغوفة فقط للنوم أطفي الضوء ما أسمع أصوات ما أستخدم موبايل أحاول أقرأ لي مثلا شيء قبل ما أنام كتاب صفحة إذا ما أعتقد ممكن أخذ حمام دافئ ألعب رياضة العشاء مالي يكون خفيف وقبل النوم أقل شيء في ساعتين إلى ثلاثة ما أكل وأتمدد رأسا وعالج الأسباب وبإذن الله تكون يعني الكل ينامون نوم هادئ ستة إلى ثمان ساعات هذا النوم اللي بيه فائدة مشاكل عدم النوم مضرة لكم ومضرة إلى صحتكم ممكن يتأثر على القلب ممكن يتأثر على الدماغ يعني ممكن يتأثر على السلوك ما لدنام إن شاء الله نكون قدمنا لكم معلومات قدر الإمكان تكون مفيدة الموضوع كبير يعني واسع ومعلوماته كثيرة حاولت أختصر قدر الإمكان بشيء اللي يفيد يعني الشخص اللي يشاهد البرنامج نرجع إن شاء الله نحن كملنا حلقتنا لهذا اليوم أدعو إخواني الأطباء اللي يحب يرغب يقدم حلقة عنده موضوع يشوف أنه بيه فائدة أبواب البرنامج مفتوحة للجميع أي أحد يرغب أخواتنا الطبيبات أخواننا الأطباء أخواننا الصيادلة إذا عندهم موضوع معين أخواننا أطباء الأسنان إذا عندهم موضوع يشوف بيه فائدة نرحب بيهم وبعيونا وعلى رأسنا أخليهم شكرا لحسن إصغائكم نرجع ونذكر الوقاية من فيروس كورونا أنا دائما أذكر وكل حلقة أذكر لأنه ما أريد أهلي ما أريد نفقد عزيز علينا ما نريد شخص يتأذى وندخلوا مستشفى وندخلوا عناية ونخليه على أدوية وأجهزة ممكن يعني نفقده مستقبلا وممكن مضاعفات يصير بعدها ما نريد غير بس يعني شيء واحد هو أنه نحن نلتزم بالوقاية الصحية نلبس كمامة بالأماكن المزدحمة ونغسل إيدينا قدر الإمكان قدرنا نلبس كفوف قدرنا ما قدرنا يعني أش نعمل لازم نغسل إيدينا ولكن إيدنا لازم إذا نلمس شيء ما نخليها على إيدنا نلمس عيننا أو خشمنا أو الفم لأن الفيروس ينتقل عن طريق هذه يعني الأماكن لبس الكمامة بالأماكن المزدحمة ماء الكمامة صالة شهرين نفس الكمامة ومن التفى وكن جاب لي وصلك نخليها على خشم حتى ما وصلي ونخليها وكن طلع خشم بس نغطى ثمهم إحنا إيش استفدنا منها بالعكس أنت لازم تغطي الأنف حتى إذا أخذت نفس إذا أكو شخص مصاب أمامك أو أمامك تكون تركيز يعني جرعة الفيروس تكون قليلة عليك فما تكون الإصابة شديدة وتكون الإصابة خفافة وأنت ما تعدين أحد بالبيت يعني ذاك اليوم شخص من الأشخاص هو مصاب طالع عايف تربى السوق يا أخي إذا أنت مصاب دقيت بالبيت احمي نفسك المناعة اللي عندك استخدمها لحماية نفسك يعني الطاقة اللي عندك حتى تقوي المناعة عملتك أنت طالع ممكن شخص مصاب راح يعديك يعني إذا يتركيز الفيروس عندك السوق الإصابة وجاك نساءة الإصابة علينا في حين أنه هو أول أربع خمس سيام كان كلش مرتح جابي اليوم الثامن كننزل على السوق كننزل على المحل حتى أهل الأمون والله صوته مريح وطلعته أنت عد عشر تيام بداعش يوم للحالات البسيطة عشرين يوم واحد وعشر يوم للحالات الشديدة وبعدها ما إشكال ما أتكون معدي والفيروس معضل ولكن أنت قبل هذا الوقت احجر نفسك وحافظ على نفسك شكرا لكم مرة أخرى وشكرا لقناة الموصلية الفضائية شكرا للكادر معي خلونا قصور جزاهم الله خير نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة